حبايبي طلبات وطالبات الصف الرابع الابتدائي اهلا بكم مرة تانية مع الوحدة الرابعة النهاردة ان شاء الله مع الدرس التالت في الوحدة الرابعة واللي عنوانها شكل ما احنا عارفين Where do you live? ولولو لاحظت دايما الوحدة الرابعة بتيكلمني عن places الاماكن وازاي بسأل عن مكانها النهاردة ان شاء الله بيعمل لي سؤال تالت عن how to describe the way ازاي حوصف الطريق يعني المرة اللي فاتت لو لاحظته كان بيسأل لي عن المكان ويجيب لي مكانه بالتحديد يعني لو شفنا الماب دي الخريطة دي الخريطة دي فيها بعض الاماكن عندنا ده شارع وده شارع وده شارع وده شارع ومديني الاماكن اللي احنا اخدناها عندنا سكول مدرسة هسبيتال ساشفة مكتب بانك بانك مكتبة زو حضوكة حيوان باست اوفيس يعني مكتب بريد شوبينج مول قلنا يعني مركز تصوق وعندنا كمان بارك وممكن نكتب هنا سوبر ماركت سوبر ماركت اللي هو السوبر ماركت طيب شاكل اللي قلنا الحصة اللي فاتت كان بيسألني عن المكان ويجيب لي مكانه بالتحديد يعني لما كان مثلا بيقول لي اين البنك كان بيقول لي where is the bank where is the bank يعني اين البنك كنا الحصة اللي فاتت او في الدرس الفات كنا بيجيب مكانه بالتحديد فانا ممكن هنا اقول البنك جنب الافيس وممكن اقول انه هو اصاب طيب لو انا هقول انه هو next to the office كنت بقول بشيله where وعلى متل استفهام وابدل فحقول the bank يعني البنك is لو اعتنسى next to the office يعني جنب المكتب او ان احنا كنا بنشيل the bank ونحط it فتبقى it's next to the office طيب النهاردة بقى لا عايزي ديني وصف الاتجاهات بالتفصيل بمعناه يعني لما يجي يسألني نفس السؤال وقولي where is the bank وانا وصف له الاتجاهات طبعا شكل ما نشايفين هنا هتبقى نقطة start هنا نقطة البداية وقلت هنا بقى لازم استخدم الاكسبريشنز اللي انا حفزتها يعني go straight turn right take the second right take the first right على حسب اللي احنا بنقول تعالنا كده نشوف البنك البنك هنا فالمفروض لو انا حبدأ من هنا يبقى حمشي على طول يعني ايه حمشي على طول قلنا go straight ahead تاني go straight ahead يعني امشي على طول يبقى بالتالي لما انا امشي على طول طيب المفروض انا حمشي على طول ايوه 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 لغيت فين قال لي اه ده تاني شمال تاني يا حبيبي ده ده اول شمال وده تاني شمال يبقى ايزا هنا شكل ما احنا حفظنا قلنا يعني ايه خد تاني شمال برافو عليكم كده تاني شمال يعني take the second left فبالتالي هقول then يعني بعد ذلك take the second left يعني خد تاني شمال كده يبقى انا وصفت الطريق طيب عايز اجيب بقى مكانه بالتحديد فحرجع تاني للفوق هقول it's next to the office يعني جنب المكتب طيب ممكن اقول لي كمان نرفع عليه كده ممكن اقول it's on the corner يعني على النصيب تاني احنا ممكن نقول يعني هو على النصيب طيب تعال نشوف السؤال تاني وابقول لي where is the zoo يعني اين حضوقة الحيواني طيب المفروض ان انا بص على الخريطة واشوف فين حضوقة الحيوان بروف عليكم ادي حضوقة الحيوان طيب حضوقة الحيوان دي المفروض ان انا لو انا حاجبها بالتحديد مثلا هقول ان ايه جنب المكتبة وممكن اقول اصاد shopping mall يعني across from the shopping mall فاذا نحقول it's across from the shopping mall دي اجابة بالتحديد طب لو انا عايز اوصف الاتجاهات فالمفروض برضو هنا لstart فانا حدق يبقى حامل ايه كده يبقى اذا هقول go straight ahead يعني مش على طول and then لما اقول حود يمين غير لما اقول خد اول منعطف يمين حبابي لما اقول حود يمين فابقول turn right او حود شمال turn left يبقى يمين turn right ان انا لما اقول خد اول يمين اسمها take the first right يبقى لازم اميز بين take the first right and turn turn right هنا انا هقول حول turn right يبقى اذا هقول then turn right حود يمين هنحود يمين اوه طيب بعدين اجيب مكانها هرجع بقى المكانها اللي فوق ممكن اقول it's يعني هي next to the library يعني هي جنب المكتبة تعالوا تشوف السؤال التاني where is the shopping mall يا طرفين الشوپنج مول لو لاحظت ادي الشوپنج مولها هلاقي بين وانا قلت يا حبيب عشان اقول between يبقى لازم فيه كم مكان وراها مكانين يتنين برافة عليكم طيب ممكن اقول between between يعني بين the post office هو مكتب البريد and the park طيب تعالوا يلا نفدي وبعدين اقول هو فين بالتحديد فحقول نفس الاجابة اللي فوق اللي هي it's between the post office and the park وبكده يبقى انا قدرت اعرف ازاي بوصف الاتجاهات لما حد يسألني عن الاماكن لازم احفظ التعبيرات دي كويس جدا go straight ahead يعني مش على طول لازم احفظ turn right حاول يمين لازم احفظ turn left حاول شمال لازم احفظ take the first right and take the second right take the first left and take the second left تعال حبابي بقى نشوف الكلام ده مع بعض في كتاب المعاصر في الدرس الثالث والعنوانه my town my town يعني مدينتي بالنسبة للكلمات او الكلمة go straight ahead go straight ahead يعني سير بخط مستقيم turn right turn right يعني تجيه يمينا turn left turn left يعني تجيه صارا it's on the corner it's on the corner it's on the corner يعني انه في الزاوية طبعا عندنا كلمة giving directions يعني اطالي اتجاهات take the second right take the second right يعني خود المناطف الثاني يمين تعال نشوف اللي هو مدهاني اول كلمة كلمة store store يعني مدجر sports club يعني نادي رياضي station يعني محطة south يعني جنوب بالنسبة لتصرفات الافعال اول فعل معنا حبيبي وكلمة love و love معناه يحب والماضي loved walk walked turn turn come came take took see saw طبعا تعالوا نشوف اهم الاكسبريشنز والاكسبريشنز اللي هو مدهاني near my house near my house يعني بالقرب من منزلي on the other side on the other side يعني على الجانب الاخر excuse me excuse me يعني معذرة come to come to يعني يأتي الى see you soon see you soon يعني اراك لاحقا thank you thank you يعني شكرا لك طبعا الحبيبي في صفحة 207 مديني موضوع listening reading bully i love my town انا بحب المدينة بتاعتي it's small يعني هي صغيرة but it has stores لكن فيها متاجر offices ومكاتب a school ومدرسة and many other places واماكن تانية كتير it's a good place to live يعني هي مكان جيد للمعيشة i walk to school every morning يعني انا بمشي للمدرسة كل صباح my school is next to next to حبيبي قلنا بجوار the hospital يعني مدرست بجوار المستشفى next to the hospital يعني بجوار المستشفى there is a park يعني في حديقة i often play يعني انا دايما بلعب football in the park يعني بلعب كرة القدم في الحديقة with my friends مع اصدقائي near my house يعني بالقرب من بيتي there is a supermarket يعني في سوبر ماركت it's between وانا قلت حبيبي لما يجيب لبتويني بحاجي بلمكانين the station and the sports club يعني بين النادي وبين محطة الكتار the shopping mall is on the other side of the station يعني مركز التسوق على الجانب الاخر من المحطة so the station is between the super market and the shopping mall من دهالي قدامي طبعا حبيبي في صفحة تمانية بديني خريطة كمان وبيقول لي hi dina i'm so happy you're coming to my house today يعني اهلنا دينا فرحانة جدا انديك حتيجي البيت بتاعي النهاردة here are some directions يعني اليك بعض الاتجاهات from the corner يعني من النصية of the south street يعني من على نصية الشارع الجنوبي with latif street مع latif street go straight ahead شوف بتبدأ توصف الاتجاهات go straight ahead يعني امشي على طول take the second right اه وحتاخد تاني مين يبقى من هنا همشي على طول واخد تاني مين ادي تاني مين حبيبي وبعدين to عبد الوهاب street اه الاشارع عبد الوهاب go straight ahead ومشي على طول turn left وبعد كده حودي شمال at the supermarket at the supermarket حبيبي يعني عند السوبر ماركت ومن عند السوبر ماركت my house is between the supermarket and the school اه يعني بيتي بين السوبر ماركت وبين المدرسة see you soon عراقي قريبا ومضيت لها فريدة طبعا تحت حبيبي يديني مثال بقى عن السؤال عن الاتجاهات واللي اجابة علي بتقولها مكتب البريد شوف وصفة الاتجاهات زي go straight ahead امشي على طول turn right حودي يمين take the second left خدي تاني شمال it's on the corner هتلاقيه على النص يا ولاحظ ان كورنر خدت حرف شكرا لك تعالوا بقى حبيبي نشوف اللي هو مدهالي في صفحة 209 وفي السؤالة ولاني شكل ما انتوا عارفين ان انا بسمع وبعدين بجاوب true or false طبعا بقول لي my house is next to the hospital next to the hospital there is a park I play football in the park with my friends تعالوا نشوف بقى بقول لي كده there is a park in front of the hospital طبعا اكيد false عشان هو قال لي next to number two بقول لي my school is next to the park يعني مدرستي جنب الحديقة لا طبعا شكل ما قولنا ان جنب المستشفى طبعا I often play football with my friends هتقول لي I were true تعالوا يلا حبابي نشوف سؤال التوصيل بقول لي nether's town is اه يعني مدينة نادر اكيد هقول is small small حبابي بمعنى صغيرة my town is a good place يعني المدينة بتاعتي مكان جيد اكيد هقول لي المعيشة يبقى اذا هقول my town is a good place to live in ان انا عايش فيه number three there is a park near اه يعني فيه حديقة جنبي ايه هتقول لي جنبي بيتي يبقى near my house طب تعال نشوف number four بقول لي my house is between اه قلت حبابي طالما اجاب لي between يبقى لازم هيجيب لي مكانين فلازم اقول the station and the sports club يعني بين المحطة والنادر رياضي number five بقول لي my town has stores اه بيجيب لي بقى الحاجات اللي موجودة في مدينتي فابقول لي stores يعني متاجر اكيد offices وكمان مكاتب and many other places واماكن اخرى كثيرة تعالوا نشوف حبابي الله السؤال الثالث بيديني كلمة park يعني حديقة ومديني كلمة learn بمعنى هتعلم ومديني كلمة place بمعنى مكان ومديني كلمة stores يعني متاجر بقول لي I love my town it's small but it has offices a school and many other places اكيد هجيب اماكن من اللي موجودة في المدينة فاكيد هقول stores stores يعني متاجر it's a good a to live اه يعني هي اي جيد للمعيشة هتقول لي good place يعني مكان جيد للمعيشة I walk to school every morning my school is next to the park I often play football in the air with my friends اه هتقول لي I often play football in the park يعني في الحديقة with my friends تعالوا تشوف حبابي يلا صفحة ميتين وعشرة السؤال الرابع هو سؤالي الترتيب طبعا حبابي هقول لي مدرستي بجوار المستشفى يبقى هتقول لي my school is next to the hospital يعني مدرستي بجوار المستشفى number two second the take right اكيد هقول خذ المناطف الثاني يبقى take the second right يعني اخذ تانيمي طب تعالوا تشوف number three post the office is where طبعا لما اسأل بwhere حبيبي هجيب وراها is وبعدين اقولي المكان بتاعي the post office تعالوا تشوف number four بلو love town i my اكيد حقول انا بحب المدينتي ينبقى i love my town يعني انا بحب المدينة بتاعتي تعالوا حبيبي يلا نحل السؤال الخامس وده سؤال اختياري بولي a right the park is on the left اكيد هقول تادر يمينا يبقى turn right number two بولي the hospital is at the corner قولنا corner حبيبي بتاخد حرف ال girl on number three is the supermarket اللي it's on the left يجاب له المكان يبقى كان بيسأل where number four my dad's office is a of the park هقولك اه هنا لازم اركز بقى من اللي بيجي مع اه هتقول اه in front of يعني اماما number five my school is next ناكست عايز امين هتقولي 2 يا مستر number six بقولي i play football in there طبعا هلعب قوله فين هتقولي في السبورتس كلاب في النادي الرياضي هل نشوف يلا اخر سؤال سؤال السادس سؤال punctuation بقول excuse me where is the supermarket طبعا اي بتاعت excuse عشان في اول الكلام me where is the supermarket طبعا نحط في الاخر question mark عشان ده سؤال thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله ولو عايز مزايا اكتر ممكن تفعل ميزة الانتساب للقناة اللي موجودة جنب الاشتراك يلا شاير لكل زمالك عشان الكل يستفيد واستنونا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله مع lesson 4 good bye السلام عليكم موسيقى